تحيات الصباح يا شباب كيفكم شو أخباركم معكم سليمان أبو غيظة بهذا الفيديو سنشرح نحن شلون انت بتفعل الاوزفايز عندك أونلاين لما يجيكم هذا البريد. ماذا هذا البريد أو ماذا هي الاوزفايز أونلاين. مثل ما بتعرفون انتو خاصة بكورونا في كتير شغلات صارت أونلاين. انت لما تروح تفتح حساب بالبنك أو تروح عند الدوار الحكومية بيطلبوا منك الاوزفايز تبعك. تمام فأنت بتفرجيهم الاوزفايز لكن انت لما تفتح حساب البنك مثلا أونلاين ما بتقدر تفرجيهم الاوزفايز ففي شي صار اسمه انك انت تصرح عن الداتا تبعك عن الادنتفيكاتسيون عن تصريح البيانات تبعك أو تأكيد البيانات تعريف البيانات عن طريق هذا البرنامج أو عن طريق هاي الميزة. تمام تمام فمشان هيك هاي الميزة مشان انت إذا بدك تستخدم أونلاين أو بدك تطلب شيء أونلاين عن طريق الدوار. حكومية أو عن طريق الشركات بعض الشركات أو كذا مشان انت تقدر تعرف أو تأكد بياناتك عن طريق هذا الشي. طيب. أول شغلة بننزل أوزفايز 2 أوزفايز أب 2 دير باعكون هاي أب 2 طيب. طيب بعد ما نزلنا البرنامج بنفتح البرنامج. تفتح لك هاي الصفحة بتكباس على آخر شيء. تفتح لك مثل هاي الصفحة. لا انت إذا معرف بطاقتك القديمة إذا كان معك بطاقة قديمة أو في نهال ستيتل. ومعرفها بجوزة تفتح لك هاي الصفحة. أو إذا ما فتحت لك هاي الصفحة تفتح لك الصفحة الثانية. فكباس هون انت تفتح لك الصفحة الثانية. تفتح لك مثل هاي الصفحة. تمام بعدين بتكباس على الخيار النصاني. بعدين بيقلك إنه بيطلب منك إنك تحط البطاقة. أولا شغلي لازم تشغل NFC إذا أنت ما لك بشغلها شلون بتلاقيها بتنزل اللي تحت. وبعدين بتلاقيها هاي هون. بتشغلها هاي العلامة تبعها أنا مشغلة عندي. تمام بعدين بتحط البطاقة. برج عندك الموبايل وبعدين بيطلع لك هذا الرمز. إذا ما اشتغلت عندك وما طلع لك هذا الرمز وما اشتغل الموبايل فلازم أنت تغير الموبايل بيكون لموبايل لك ما قرأ أو أي شيء. صارت معي بموبايل الثاني أنا ما مش الحال مع أنه موبايل الثاني هو S20 هذا الموبايل S7 يعني هذا الأدم بهذا القراءة بالموبايل الثاني ما قرأ بس ليكون عندك علم إذا ما صارت معك كمان أو ما قرأت معك. طيب هلا أنا رقم هون بتحط أنت عندك هاي الورقة اللي إيجتك بتحط الرقم اللي على اليسار تمام البين هون. تمسحها هون ويروح الرقم انت عم تمسحها بيكون رقم من خمس أرقام بتاخته بتحطه هون أنا رح سعوية هلا وحط الرقم وبعدين شغل التاني. حطيت الرقم أنا هون طبعا يلي على اليسار يلي على اليمين يلي هاي لساته مسكرة البيوكي هاي لساته مسكرة الثاني أنا هاي اللي أنا هلا مسكرة هاي فتحتها وحطيتها بعدين من قل له التالي. هلا هون بيقلي حط رقم من عندي أنا وأحفظه من ست أرقام تمام واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من ست أرقام كلمة سر من ست أرقام. وكبسوا عليه هاي انتو مشان تتأكدوا انكم عم تحطوا الرقم صح. لازم ما تعطوه هذا الرقم لحدة ديروا بالكنها انتو من عنكن رقم سري حفظوه وحطوه وحفظوه بعالكم ما تعطوه لحدة. هلا أنا حطيت رقم سري من ست أرقام بعدين بقل له تحت التالي. بعدين بقل لي رجاء حطوه مرة تانية للتأكيد رححطوه مرة تانية. طيب وهلا بعد ما حطيتو مرة تانية أنا بقل له أوكي. طلع لي خطأ هون شو عم يقلي. طيب هلا انتو بجوز ما يطلع لكم خطأ ما يقل لي ممكن لأوصفايز معت قراءة مرة تانية رح ارجع جرب مرة تانية أنا. بقل له هيك أوكي حاططة قراءة هلا بحط هون اول شي بعيدة لخمس مرات. اصدل كلمة سر المؤلفة من خمش اسمه اللي محطوطة هون بالورقة. بجوز انتو ما طلع لكم خطأ هادي ربع لكم. بعدين رح حط كلمة السر مرتين وبعدين رح يطلع لي صح. طيب هلا مشي الحال وطلع لي صح. إذا انتو خلوا البطاقة تحت لاني أنا فصلت عنها من فصلت تمام. هلا قراءة وكل الأمور تمام. هلا بقل له أوكي. هلا طلعت لك هون تعمل رجوع هون على اليسار. طلعت لك هون هلا بتقل له. بعدين بتكبس له على. آخر شي تحت. شفتها هاي اللي هون. بعدين بيطلب منك كلمة السر يلي انت حطيتها أو يلي انت هلا حطيتها قبل شوي. بتحط كلمة السر. طبعا هاي داي اللي نفرجيكم اياها من تحت. تمام هيك. هاي كلمة السر بقل له ياس. مثلا عن هذا الانت بيتا. بدنا نحنا نأكد الاوسفايز تبعنا. فمنحط نحنا الاوسفايز ورا الجهاز. هيك. تمام. منقل له فيتا تسوبين. وهلا هون منحط الجهاز ورا. منحط الاوسفايز. بعدين منحط كلمة السر يلي نحنا حطيناها. بعدين بتطلع بياناتكم هون. انا هلا مسكرون. وهيك انتو اكدوا الاوسفايز عند هذا الانت بيتا. او عند هاي الشركة اللي بتكون تأكدوا عندها. بعدين بتقولوا له اوكي اخر شي. التمام ها هنا تمام تكون اموركم بالسليب. واثا تكركم ترون البيهوردين وين انتو بتقدرو تأكدوا الاوسفايز تبعكم on-laine. فىكو تربصو على الانت بيتا. تمام هاي اFFيرة واحدة. هاي ألة هاي البورقية الديندستي، فينانسي اون بيتographers دينستاه. فاكلالله سؤال بورقية الدينستاه. هون الباثوق والكاذا والشيز. هون بتشوفوا اوين انتو بتقدرو تأكدوا الاوسفايز تبعكم. والفرلاوف هون يلي اكدتوا انتو الاوسبايس تبعاكم هلأ ساويتها انا وياكم هاي اليوم اكدناها والامور كلياتها تمام هيك صارت الامور كلها تمام اي صح اخر شغلة هون انتو بتقولولي هلأ في عنا هاي البنو في عنا البيوكي البيوكي ليش بتناياها هاي مشان انت اذا نسيت رمز البنو حطيته 3 4 5 6 7 8 10 مرات خطأ فهون بيطلبوا منك البيوكي فهذا لازم تحتفظ فيه مضروي تشخطه هلا خليه مسكر لكن مشان اذا خربطت في كلمة السر ترجع تحطه هاد مرة تانية في عندك شغلة تانية كمان من تحت مكتوب عندك هون مكتوب عندك كلمة السر شبير فرماك او شبير فورت هاي مشان اذا بدك انت تسكر الاوسبايس او معد تشتغل معك الاوسبايس او معد تشسمو معد بدك الاوسبايس يعني تعملها شبير فبتحتاج هاي كلمة السر يعني خليهم معك انت مشان اذا حتشتون تستفاد منهم وتستخدمون لكن هلا ما بتحتاجون كان معكم سليمان ابغيضا احلى شباب وصبايا السلام عليكم